موسيقى سوريا نزوح عشرات الالاف بعد تصاعد وتيرة المجازر وفي مصر مرسي يرفض حبش الصحفيين واحتجاجات في التحرير موسيقى وفي فلسطين إدانات لتصريحات لبرمان ضد عباس والسلطة تعتبرها دعوات للتصفية موسيقى وفي العراق دعوات لإقالة وزير النفط بعد قلق من استفحال الفساد موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدي الكرام نبدأ بالملف السوري حيث بدأ مسؤولون أتراك وأمريكيون اليوم أول اجتماع لتخطيط العمليات يهدف إلى إنهاء النظام الرئيس السوري بشار الأسد في حين نفت الخارجية الأمريكية أن يكون الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدأ يميل إلى الخيار العسكري في سوريا وذلك بعد يوم من بحث زعماء كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة سبل تعزيز المعارضة السورية ويتوقع أن يجري خلال الاجتماع المنعقد في أنقرة اليوم بين الأمريكان والأتراك تنسيق الردود العسكرية والاستخباراتية والسياسية على أعمال العنف التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه منذ أذار 2011 ومن المقرر أن تطرح في الاجتماع خطة للطوارئ التي يمكن تطبيقها في حال ظهور تهديدات من قبل النظام باستخدام سلاح السلاح الكيموي وهو ما اعتبره رئيس الأمريكي خط أحمر كانت لجان التنسيق المحلية أفادت بمقتل 150 شخصا اليوم و200 شخص أمس الخميس في عمليات قصف من قبل قوات النظام لتحليل الملف السوري ومجمل ملفات السياسية في حصاد هذا الأسبوع ورحب الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريرة القدس العربي مرحبا بك أستاذ عبد الباري أكثر من 250 ألف نازح اليوم حسب التقارير 25 ألف قتيل في سوريا كيف تنظر إلى هذا النزيف السوري المتواصل؟ يعني في شعب يتعرض للتدمير بلد يتعرض للتدمير بالكامل سراع تحول إلى سراع دموي بكل الأشكال يعني البلد يضيع من أيدينا وفيه انسداد للأفق لكل الحلول يعني النظام رافض أي حل ممكن أن يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية المعارضة تقول لا يمكن أن نتعاون مع نظام أو نتحاور معه طالما الرئيس الأسد باش ما زال على قيمة السلطة ففي ظل هذا العناد في المواقف تستمر عملية القاتل وعمال القاتل وهذا أمر مؤسف طب حراك دولي كبير يعني سواء اللقاءات الأمريكية الفرنسية البريطانية وأيضا اجتماع اليوم يجري في أنقرة بين الأمريكان والإتراك يعني ما الذي يطبخ في الساحة الدولية بحسب ما تقرأ في هذا التحرك؟ يعني أقرأ بأن الساحة الدولية مأزومة يعني كوفي عنان مبادرة فشلت بالكامل الآن الأخضر الإبراهيمي هناك توقعات بألا ينجح حيث فشل في كوفي عنان استمرار أمد الأزمة يعني المزيد من الشهداء المزيد من القتلى المزيد من الدمار وأيضا يعني لغير صالح البلد لغير صالح المنطقة ولغير صالح القوى الغربية اللي من البداية يعني تعهدت بدعم الانتفاضة في سوريا الآن مثلا في عندك عدة مؤشرات المؤشر الأول هو بتصريحات أوباما اللي قال فيها بأنه سيدة دخل للاستيلاء على أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة الكيموية عند النظام السوري وقال أنه هذا خط أحمر أيضا هناك الآن لقاءات تركية أمريكية على مستوى أجهزة الاستخبارات وأجهزة عسكرية من أجل البحث في مرحلة ما بعد بشار الأسد وتزويد المعارضة السورية بالأسلحة والمتطورة هناك أيضا تصريحات وزير الدفاع الفرنسي يقول بأنه يجب إقامة منطقة حضر طيران وأنه احنا ندرس هذا الأمر يعني فبتحس أنه فيه إرهاصات لإحتمالات تدخل غربي في الأسلحة هل هذا الشيء ممكن؟ اليوم في الافتتاحية في القدس العربي أو رأي القدس العربي كانت تقول أنه إقامة منطقة حضر جوي في حلب تبدو غير قابلة للتطبيق لأنه ما يصلح في ليبيا وما صلح في شمال العراق لا يصلح في سوريا لماذا يعني لا يصلح حضر جوي في سوريا؟ لعدة أسباب يعني ما هو تعرف إحنا مشكلتنا لما الواحد يقعد يحلل دائما يفهم غلط يعني على أي حال؟ يعني عندما أقامت الولايات المتحدة الأمريكية مناطق حضر جوي في شمال العراق وفي جنوبه كان العراق أو عراق صدام حسين على وجه التحديد معزول عربيا ومعزول دوليا بمعنى أنه كانت فيه 33 دولة ضده وكان فيه قرار من الأمم المتحدة رغم أنه مناطق الحضر الجوي هذه أقيمت بدون قرار من الأمم المتحدة وأنا أذكر أنه كنت في جامعة لندن في مناظرة مع ريفكنز اللي هو كان وزير الدفاع البريطاني في حينها مالكوم ريفكنز فقال إحنا أقمنا مناطق الحضر هذه بدون موافقة الأمم المتحدة ليش أقاموها بدون موافقة الأمم المتحدة؟ لأنه كانت التحاد السوفيتي فيه يلتسن هو الرئيس وكان يلتسن طبعا خرف بهذا الشكل التحاد السوفيتي كان ضعيف جدا في مرحلة انتقالية فعمليا يعني ما كانش فيه الصين كانت مهتمة بالكامل بترتيب وضعها الداخلي تعزيز استقرارها تعزيز اقتصادها فعمليا الولايات المتحدة كان عندها فري هانز يعني ايد حرة تعمل ما تشاء كذلك كان وضع في ليبيا كذلك وضع في ليبيا بس اليوم أيضا في سوريا في سوريا الآن النظام وصل لمرحلة انه معزول وبقي فقط إيران حتى الروس بدأوا يراجعوا تصريحاتهم من كم من يوم كان وزير الخارجي روسي يقول انه الأسد لم يجري تصليحات إصلاحات معقولة أيضا لا يوجد هذا الالتفاف حول النظام وهذه التحالفات القوية مع النظام يمنع من إقامة مثلا يعني لا نستطيع أن نقول أنه كلام الروسي يعني أنهم تخلوا عن النظام يعني إذا كان هم بنتقدوا النظام لأنهم لم يدخل إصلاحات ربما هذا الاستهلاك الإعلامي وللغرب على وجه التحديد لكن أنه هل روسية الآن القوية اللي وضع رجعها في الأرض ودعم النظام السوري هل ستسمح بإقامة منطقة حضر جوي بهذه السهولة يعني هذا السؤال هل إيران ستسمح مثلا هل الصين ستسمح يعني هذا سؤال مهم جدا يعني هي تستطيع الولايات المتحدة إقامة منطقة حضر جوي هذا يعني اللي هو إقامة بنغازي أخرى في حلب مثلا هو طرح منطقة الحضر الجوي أن تمتد من حلب حتى إدلب حتى الحدود التركية يعني هذا يعني أنه ستقام دولة بديلة للنظام في دمشق في حلب هذا يعني أنه النظام لن يستطيع استخدام طائراته لقصف المعارضة هذا يعني أنه هذه المنطقة خرجت من يد النظام السؤال طب هو زي ما طرحنا في الافتتاحية يعني أولا هل يقبل التحاد السوفيتي أو روسيا والصين بهذه المنطقة هذه نقطة نقطة ثانية طب في حالة لو قبلها هل يعني سيزوده النظام السوري مثلا بصواريخ S300 اللي هي هذه اللي يخشاها الغرب وعملوا المستحيل لحيلولها دون تسليمها لإيران رغم أنه إيران اشترت هذه الصواريخ دفع الثمنة إلا أن الضغوط الغربية والمساومات مع روسيا خلت روسيا توقفها ففي يعني في كبير الأتراك لا يريد منطقة حضر جوي في سوريا في حلب لا يريد الأتراك قامت مثل هذه المنطقة العازلة باعتقادك يعني؟ الأتراك أنا أعرف معلوماتي الشخصية ومن مصادر وثيقة جدا أنه الأردن وافقت عن منطقة عازلة ومنطقة حضر جوي تركيا رفضت ورفضت مثل هذه المنطقة العازلة إطلاقا لأنها خايفة خايفة من الأكراد وأمريكا خايفة من القاعدة يعني الآن عندك خوف أمريكي من القاعدة وخاصة التقارير الأخيرة بتقول أنه موجودين في حلب موجودين في إدلب موجودين في إعزاز يعني عمليا الأولايات المتحدة الأمريكية خايفة من وجود القاعدة أو أن الأسلحة تأتي في إيد القاعدة أو أنه تسيطر القاعدة أو الجهاديين الإسلاميين في المنطقة تركيا خايفة أنه ترتد عليها طائفية لأنه النظام السوري الآن إذا لاحظت أن عمليات حزب العمال الكردستاني المتصاعدة بشكل غير عادي وكل يوم يسقطوا قادة أو جنود أتراك فعملين أيضا مؤسسة العسكرية في تركيا ومنقسمة يعني مش كل العسكر بأيده أردوغان ولحظ لهجة أردوغان خفت كثير في الفترة الأخيرة تهديدات الأسورية خفت كثير حتى في عندك كمان علويين يعني إذا استخدمت يعني لا مش كل شيء يعني ممكن النظام ممكن يلجأ لأي شيء في سبيل أنه يبقى في السلطة فلذلك ممكن يستخدم الورقة الطائفية العلوية مثلا في تركيا حتى الحديث عن الأتراك أنهم بيدعموا الجيش الحر وبزودوا بالأسلحة تقابل بتقارير من قادة ميدانين في الجيش الحر تقول أن الأتراك لا يدعموا وحتى الأمريكان يحاولوا ويدغطوا لعدم وصول أي قطع السلاح أو عدم وصول أسلحة متطورة مضادات طائرات للجيش الحر يخشون إذا استطاع الجيش الحر أن يحسم المعركة البديل عن نظام الأسد ما الذي سيأتي بعد الأسد حتى الآن ما حدا يقدر يقولنا مين سيأتي بعد الأسد يعني نلاحظ المعارضة السورية مقسمة بين الداخل والخارج وبين الخارج والخارج يعني لا يوجد قوة مثلا في ليبيا عملوا المجلس الوطني الانتقالي الليبي كان واضح جدا أنه فيه التفاف حول مصطفى عبدالجليل وزير سابق وزير عدل سابق شخصية معظم الفصائل المعارضة كانت ملتفة حوله عملوا المجلس الوطني يعني كان فيه نوع من الالتفاف حتى الآن يعني لا يوجد مثل هذا الالتفاف في المعارضة السورية يعني ما قدروا يطوروا جهاز أو مثلا زي منظمة التحرير أو زي مثلا المجلس الانتقالي الليبي أو غير ذلك فهاي كمان مشكلة المشكلة الثانية طيب هذا الدمار في سوريا يعني في حالة لو يعني النظام مشي ولأول مرة اللي هو القدور السمير القدور اللي هو نائب وزير نائب رئيس الحكومة السوري قال أنه نحن مستعدين نناقش حتى مسألة رحيل الأسد قدري جميل رح نأتي على هاي رح نأتي سلع البارع على الحكومة الانتقالية اللي دعم الآن تجري الانتقالية أو الحكومة التي يجري تجري تحضيرها من قبل المعارضة لكن لا أريد أن أفوت أن أسمع تعليقك على التقارير تحدثت يعني اليوم عن وجود قوات خاصة دولية غربية مرابطة أكثر من منطقة حدودية حدود تركية السورية وعن الحدود الأردنية أو داخل الأردن حتى التايمزي اليوم تحدثت عن تحرك دولي وصفته بالمريب في هذه الأماكن لا فيه فيه وجود خاصة فيه قوات خاصة هذه القوات الخاصة كانت موجودة في ليبيا والآن هي موجودة في سوريا وفيه موجودة سواء في الجنوب على الحدود الأردنية وداخل أراضي السورية أو حتى في منطقة قوات بريطانية وغربية قوات بريطانية وأمريكية حتى عربية كمان يعني فيه قوات خاصة موجودة ما هي المنطقة الآن منطقة حلب إلى غاية الحدود التركية تقريبا خارج سيطرة النظام السوري فهذه يعني راحوا صحفيين وتجولوا فيها بحرية مطلقة راحوا سوريين من المعارضة وتجولوا في المنطقة وأصبحت خارج نطاق النظام السوري سيطرة النظام السوري فطبيعة تكون قوات خاصة قوات خاصة ربما بتدرب المعارضة بتدرب القوات الجيش السوري الحر بس يعني عمليا في نفس الوقت مصادر الجيش السوري الحر تحدث أنه نفذت الذخيرة طب وين كل الكلام أنه فيه دعم مثلا للجيش السوري الحر طب إذا ما فيش ذخيرة مثلا عمليا يعني فيه شو هم المطلوب أنا تقديري الأمريكا خايفة أمريكا خايفة خايفة على كيف تتكون سوريا بعد سقوط نظام الأسر هي خايفة من الفوضى في سوريا فلذلك مترددين وعارفين كمان أنه في جماعات جهادية في سوريا وهذه الجماعات الجهادية خارج سيطرة المعارضة وخارج سيطرة النظام وخارج سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية فعمليا يعني حتى تحسم الدول الغربية قرارها مثلا يعني علينا أن ننتظر ونشوف طب إيش بيبحث في تركيا الآن إذا الكوات الخاصة موجودة يعني مثلا من ضمن الأشياء التقارير بتقول لك أمريكا أنه هي خايفة أنها تقع ترسانة أسلحة الأسلحة الكيموية والبيولوجية لدى النظام السوري في أيدي مثلا حزب الله أو أيدي جماعات جهادية موجودة على الأراضي السورية طيب وقال لك أنه حتى نستطيع تأمين هذه المخازن الأسلحة لابد من وجود 70 ألف جندي أمريكي لازم 70 ألف جندي أمريكي أو غير أمريكي يدخلوا من أجل تأمين هاي وعدم سقوطها في حالة سقوط النظام طبعا عدم سقوطها في أيدي جماعات متشددة طب هل أمريكا مستعدة تبعد 70 ألف جندي إلى سوريا مثلا كيف تسحقهم من العراق سحقهم من العراق يعني في معضلة كبيرة طب السؤال فجأة صارت الطن والرن على أنه في أسلحة كيماوية وبايولوجية والنظام السوري مسلح بدأ وكأنه دولة من الدول العالم الأول ألا تسترجع بالذاكرة أنه هذا مثل ما جرى في العراق إظهار صدام بأنه رجل يدمر العالم وتدخيم وهو رجل نفسه صدق نفسه صدام نفسه صدق أنه عنده كيماوي وأصلا في النهاية طلعته في شنك هل في سوريا يجري نفس الأمر يعني سوريا العراق قبل تدمير أسلحة الدمار الشام العراقية على أيدي المفاتيشين الدوليين كان العراق يملك هذه الأسلحة ويملك هذه الترسانة والدكتور جهاد مقدسي اللي هو المتحدث باسم الخارجية السورية قال أنه إحنا هذه الأسلحة الكيماوية التي لدينا لن نستخدمها إلا في مواجهة عدو خارجي يعني أو في حالة غزو خارجي لن نستخدمها ضد شعبنا بالتعبير هذا بعدين حاولوا رقعوها بعدين مرحلة لاحقة فهم الأمريكان كمان خايفين أنه طب هذه الأسلحة هم لو تدخلوا إذا كان ممكن تستخدم ضدهم يعني مثلا إذا النظام صدق في أقواله وقرر أنه يستخدم هذه الأسلحة ضد غزو خارجي سيعتبر أي تدخل أمريكي تدخل خارجي وربما يستخدم هذه الأسلحة في حالة هذا التدخل عمليا لو ذهبت الأسلحة هاي لحزب الله مثلا ومش مستبعد يعني فيه تحالف بين الجانبين والسيد حسن نصر الله قال بأنه الحرب القادمة أو أي تعدداء علينا ستشهدون مفاجآت وستفتحوا بجهنم استعمال الأسلحة رح يحرق نفسه ويحرق المنطقة يعني هو مش رح يضرب فقط الأعداء وينجه هو فبالتالي حتى استعمال هذه الأسلحة في حال وجدت مثار شك كبير هذا مش مستغرب يعني نظام السوري ربما يعني أمام خيارين يعني الخيار الأول أنه يستخدم هذه الأسلحة أو يستخدم خيار شمشون اللي هو تدمير البعبعد على رأس سلوس الآخرين وهذا مش مستغرب وشفنا أنه مثلا العقيد معمر القدافي عرض عليه أكثر من مرة حلول ورفض هذه الحلول وحارب حتى قتل ما هربش يعني مثلا نفس الشيء الرئيس العراقي صدام حسين قدافي اللي حارب حتى قتل طبعا ظلوا يقاتل هو وجماعته في بني الوليد وفي سنة كان هارب بس لا ما كانش هارب لا يعني شوف ما كان في الطريق وصاده كان في خطة دولي لتأمين خروجه لا كانت لا كانت في القوات النيتو هي اللي ضربت وضربت الموكب بتاعته وقالت للمعارضة تفضلوا روحوا اعتقلوا واذبحوا يعني عمليا بس يعني ما هرب من البلد يعني هو في ليبيا قتل في ليبيا بشأنها ما بينها يعني إحنا بنكرهه أو بنحبه هذا مسألة ثانية بس التاريخ يعني يجب أن يسجل بطريقة موضوعية وعلمية مع اللي نكرههم مع اللي نحبهم الرئيس العراقي صدام حسين عرضت عليه مبادرة من الإمارات أنه يخرج وغادر لم يغادر العراق وظل في العراق حتى شنك في العراق وحتى اللحظة الأخيرة لما سقطت بغداد انتقل للمقاومة يعني أنا بحكي بشكل علمي الآن مش يعني احنا هلكونا عواطف وهلكونا كلام وهلكونا انفعلات خلينا نحلل الأمور بشكل منطقي العقيد القذافي لم يهرب مثل زين العبدالعلي صدام حسين وهو كريه ودكتاتور وظالم وقاتل وكل ما عندنا بس ما عربش نفس الشيء صدام حسين لم يهرب من العراق بقي في العراق وحارب وانتقل من بغداد لما سقطت بغداد نهايته كانت سيئة استسلم هو يترجم الناس وهو يحاول يترجع بس ضل في البلد ما هربش زي بن علي مزوط ما هو المشكلة نحن بنحكي الحقيقة بنبين بندافع عن دكتاتور يا أخي هذا دكتاتور وقاتل ودموي وكل شيء بس فيه وقائع تاريخية يجب أن تكتب بشكل موضوعي أنا قصدي ما هربش من البلد صدام حسين لم يهرب من البلد كويس حتى حسن مبارك لم يهرب من البلد كان عرض عليه السعودين يروح ما هربش من البلد ضلوا قال أنا بدي أموت في مصر طيب يعني هذه هذه حقائق ثابتة يعني إحنا مش لازم نش لازم متجاهلها يعني عملين نقول ربما يعني بشار الأسد يعمل نفس الشيء يعني عرضوا عليه الهروب عرضوا عليه التناحي عرضوا له لكن لا يعني إذا كان عملين هؤلاء الدكتاتوريين يفكروا بطريقة مختلفة طيب على فكرة زين العبدين بالعلي لو كان يعلم منه طائرة باتجاه واحد تكيت وانوي كان لم يخرج للطائرة ولم يركب الطائرة يعني ربما ربما كان بقي حتى نهاية قاتل شعبه طبعا صحيح ليس فيها مرجل هاي القصة يعني ليس فيها مرجل لأحبتو قدام بقي قاتل شعبه ما في نقاش كان بقاتل شعبه كان بقتل شعبه وما في نقاش حول هذه المسألة بس إحنا بنسرد وقائع تاريخية بمعنى انه ما هرب يعني قصدي ما خرد ما راحش على فرنسا ولا راح على بريطانيا ولا راح على يعني ظلوا في ليبيا من هزم في طرافلس راح على سرت كويس يعني هاي القصة اللي انه هذا اللي قلته وبشار الأسد حتى الان رافض كل الدعوات للتنحي يعني العملين احنا نسرد حقائق تاريخي ولك بكرة عبدالباري عطوان بدافع عن العقيد القذافي يا أخي عقيد القذافي وقلنا لكم دموي وقلنا لكم مجرم وقلنا لكم قاتل وقلنا لكم ديكتاتور وعمرنا ما شوف حطينا بإنفيده ولا دخل جريتنا بلده ولا شيء استرد عبدالباري الفرق انه القذافي ما هو مش موضوعنا بس كان في مواجهة النيت والآن الأسد في مواجهة شعبه حتى الان لا يجي تدخل دولي وبالتالي يمكن الأسد في وضع أصعب من وضع العقيد لا طبعا في وضع أصعب لأنه الآن معركة مع شعبه أو مع قطاع من شعبه ويحاربهم ويستخدم الطائرات في ضربهم بس كمان يعني أنه إذا تدخل حلف النيت وربما تتحول حلب إلى بنغازي ثانية نحن لا نعرف إيش بده يصير يعني الآن الصراع امتد لتسعة عشر شهرا هذا شيء يعني محدش كان يتوقع فيه محدش كان يتوقع أنه نظام الأسد سيصمد تسعة عشر شهرا ومحدش كان يتوقع متى الروسيا والصين حيلقوا كل ثقالهم خلفه يعني هذه هذه المشكلة الأساسية الآن يعني أدركت أمريكا وأدركت فرنسا وأدركت دول عربية داعمة للمعارضة السورية بأنه طالت أمد الصراع مش لمصلحتهم فالآن هم في حالة قلق كبيرة هل الآن عادت دعوات الدولية بقوة لدعم تشكيل حكومة انتقالية تجمع كل قوة المعارضة السورية هل هذه حتميا يعني القصة أنهم بيحكوا عن حكومة انتقالية وحكومة وحدة وطنية من ست شهور وما تشكلت هذه الحكومة وما اتتفقت وحتى طلعت أنباء اللي هو ديري شبيقي الكتبت نقلا عن مسؤولين فرنسيين وألمان وأنه أمريكا وفرنسا وبريطانيا الدول الغربية فقدت ثقتها بالمجلس الوطني السوري يعني عمليا هل الآن تغير الوضع مثلا اللي هو الرئيس الأولاند الرئيس الفرنسي استقبل عبد الباصد سيدا اللي هو رئيس المجلس الوطني الانتقالي التقى معه هل الآن رجعوا مثلا يحاولوا يتوسطوا بين فصائل المعارضة السورية للتشكيل الحكومة ووحدة وطنية لا نعرف يعني فيه أشياء كثيرة يعني موجودة الآن واتصالات في غرف إحنا ما بنعرف إش بطبخوا على وجه التحديد بس الحديث وزير الدفاع الفرنسي عن منطقة منطقة حذر جوي في حلب وشمالها هذا يعني بفكروا جديا في أنهم يجعلوا من حلب بنغازي أخرى تكون حلب هي القاعدة للمحمية لانشقاق مسؤولين لتدريب قوات سورية لجوء سوريين لأنه لحظة رجب طيب أردغان قال لن نقبل بأن يصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا أكثر من 100 ألف لاجئ الآن وصلوا حوالي 75-76 ألفا طيب الآن يعني معهم 25 ألف خلص بسكر الهجرة باب الهجرة وين الناس بتروح مثلا يعني هذا السيناريو فيما لو تم إقامة حضر جوي في سوريا وفي حلب لن يكون كحال للحضر الجوي اللي في ليبيا يعني ما فيش تدخل مباشر من قبل النيتو أو من قبل القوات الدولية بالقصد فقط حماية المنطقة هذه الحضر الجوي كيف يكون بديكون أن هي طائرات حلف النيتو هي اللي حتمنع هي اللي حتحمي هذه المنطقة وحتمنع أي طائرات سورية أنها تقصف المعارضة في أو قوات الجيش السوري الحر في حلب وفي إدلب وفي المناطق هذا يعني تدخل يعني تدخل إذا أنت قمت منطقة حضر جوي وحميت هذا تدخل تدخل إذا طارت طيار راح تقصف يعني إذا طارت طائرات سورية في هذه المنطقة يحيط سطور بالضبط يعني نقيس على تجربة الحضر الجوي في شمال العراق وجنوبه كان ممنوع أي طائرة لصدام حسين طبعا طائرات صدام حسين متهالكة كانت تعبانة يعني فعمليا هذه الطائرات كان ممنوع أنها تطير في مناطق الحضر الجوي ولا أسقطت وأمريكا طبعا متقدم دفاعاتها الجوي فإذا طبق نفس الشيء يعني يمكن يصير اجتباك مع الطائرات السورية يمكن يصير اجتباك مع الروسي يمكن يمكن نعرفش يعني إحنا نسمع هذا الكلام لكن إيش بد يصير إيش بد يترتب عليه هذا يحنا ممكن تكون مفاجآت يمكن نسأل أيضا اليوم في تقرير كان يشير إلى أنه المالكي يطالب إيران بأنه رجاء لا تأخذ قرار بإدخال قوات إيرانية عن طريق العراق لدعم النظام فيما لو اشتعلت حرب هل هذا أيضا يؤشر أنه إذا صار في تدخل لن يكون محدود ستكون حرب تشتعل يعني إيران داخل على الخط مباشرة ستكون حرب يعني وزير الدفاع الإيراني اليوم قال أنه في معاهدة الدفاع مشترك بين إيران وبين سوريا وأنه البلدين يقفوا مع بعض في حالة تعرضهم لأخطار فهو بقول أنه هذه المعاهدة ما زالت قائمة وأنه السوريين لم يطلبوا مساعدتنا لكن إذا طلبوا مساعدتنا سنلتزم بهذه المعاهدة هذا كلام واضح جدا أنه سنتدخل سعيد جليلي الذي هو رئيس المجلس الأمن القومي الإيراني قال صراحة أثناء زيارته لدمشق وأثناء زيارته للبنان حيث اجتمع مع السيد حسن نصر الله قال بالحرف الواحد بالحرف الواحد قال لن نسمح بسقوط النظام السول طيب يعني هذا يعني أنه بدأت تصير حرب إقليمية حاملة طائرات أخرى إلى منطقة الخليج وعندها أوردي حاملة طائرات موجودة أصبح حاملتي طائرات في هناك موجودين طيب هل السؤال هنا هل نحن نقترب مع الحرب مثلا من الحرب حرب إقليمية شاملة يعني تكون ضد سوريا وضد إيران مع بعض مثلا يعني يعني في يعني إحنا أمام ست شهور من أخطر ست شهور في تاريخ المنطقة حقيقة هل تسمع تسمع من موقعك هنا في لندن طبول حرب تدق في الشرق الأوسط طبعا أنا أعتقد طبول الحرب تدق أنا أعتقد أنه في قرار بحرب على إيران وسوريا وحزب الله لإنهاء هذا المحور كليا في إسرائيل تقول ليل نهار بأنها لن تسمح بامتلاك إيران لأسلحة نووية فعمليا أمريكا بتبعث حاملات طائرات طب حاملة طرات ريش راح تتشمس في الخليج يعني يعني على متنها آلاف الجنود من المريض طب هذا في السؤال فأعتقد هذا الحشود يعني مقدمة لحرب يعني لأنه كمان هاي تحريك الطائرات حاملات طائرات مكلف جدا عسكريا مكلف جدا ماليا يعني فإحنا أمام حرب حقيقية فربما تكون سوريا جزء من هذه الحرب سمحنا سلاة باري فاصل قصير يبقى معنا نواصل بعده تقليب الملف المصري مشاهدي الكرام وتطورات سياسية هناك فاصل قصير نعود بعده تفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة